السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة ان شاء الله هنبقى مع اخر درس في المنهج في الوحدة التانية وهو حركة الشمس والارض. ده اخر درس معانا في المنهج وان شاء الله يبقى مرة اللي جاية بعد كده هتبقى كلها مراجعات بازن الله على المنهج كابل. فنركز النهاردة في الدرس درس سهل ولزيز وندروس برضو اللزيزة والخفيفة في المنهج عندنا. قال لي اول حاجة لازي بنفتكر كده مع بعض ايه هو الكون? قالنا الكون هو الفضاء الذي يسبح فيه ملايين النجوم والكواكب والاقمار والكائنات الحية وكل الخليقة. القوم في كل حاجة. اي حاجة موجودة موجودة فين في حاجة اسمها الكون. اما النجوم النجوم هي اجسام مضيئة. هي اجسام مضيئة. ومهده وهجة دي بتشعر دق وحرارة وحجمها بيبقى مختلف وبرضو موجودة في الفراخ بيسمى ايه الفضاء. انا براجع عليها هنخدنا المرة اللي فاتي عشان الحاجة دي هتهميني النهاردة. ماشي فانا قلت اما راجع عليها في الاول علشان ايه نفتكرها كده مع بعض. يبقى الكون هو الفضاء الذي يسبح فيه ملايين النجوم والكواكب والاقمار والكائنات الحية وكل حاجة. اما النجوم فهي اجسام مضيئة ومتوهجة وبتشعر دق وحرارة. ده ما احنا عارفين. طبعا حجمها مختلفة وموجودة فين في الفضاء. عندي نجم الشمس ده اشهر للنجوم عشان هو النجم بتاعنا. وده هو المنظر رئيسي للدول حرارة على سطح الايه الارض. هو مضيئ وبيبقى اقرب النجوم ايه الينا. وطبعا موجود فيه المجموعة الشمسية في المركز والكواكب بتدور حواليها زي برضو مخدنا الحس اليفات. والكواكب برضو كنا لازم نقولها ان هي بتتكون من عطارة والمريء والزهرة والارض والمريخ والمشترة والزحل وقرانوس وايه ونبتون. ودي اجسام معظمة يعني ما بتنورش وبتدور حوالي الشمس في مدارات ايه محددة. وهم تمن قواكب ده ما قلت عضارة الظهرة الارض المريخ المشترة زحل وقرانوس ده كل ده انا براجع على الدرس اللي فان. الاقمار الامر ده برضو جسم معطم بيدور حوالي الكواكب. ده بيدور حوالين الكواكب. وبيعكس دوق الشمس الساقط عليه عشان كده بنشوفه منور. لسه كنت هقول لك ليه احنا بنشوفه منور. قدامنا هود الامر شكله منور. طب ليه احنا بنشوفه بنور علشان هو بيعكس. دوق الشمس الساقط على الشمس. بتقع بتسكت عليه فبيعكس الدوق بتاعه لنا احنا فعلشان كده احنا بنشوفه منور. اما القمر في الحقيقة فهو جسم معطم. اما الامر في الحقيقة هو جسم ايه? معطم مش بينور خالص. للاجرام السماوية هي كل ما يزبح في الفضاء الجوني من نجوم وكواكب واقمار وهي في حالة حركة مستمرة. بتتحرك على طول. مين هي بقى الاجرام السماوية? زي كل حاجة بيوجودة في الفضاء. كل حاجة موجودة في الفضاء الكوكب. ما زي النجوم زي الكواكب زي الاقمار زي النيازج زي الشوف. دي كلها اجرام سماوية. وانت تبعا في حالة حركة مستمرة مشوفها تدي بالدور باستمرار. تعملها بالدور باستمرار. حركة الاجرام السماوية. ايه يبقى الحركة بتاعت الاجرام السماوية عند تلات حركات. حركة الشمس وحركة الارض وحركة الامر. حركة الشمس وحركة الارض وحركة القمر. يبقى الاجرام السماوية منها عندك بس تلات حاجة. الشمس والارض والامر. الشمس بتدور ازاي والارض بتدور ازاي والامر بتدور ازاي. قال لي الاني singing indrive الارض بتتحرك ؟ لا اما بتدور حوالي نفسها حوالين محوالها حوالين نفسها كده ماشية كده بتدور حوالين نفسها لما بتدور حوالين الشمس ان الشمس هي والارض ماشية في المصار ده والشمس هنا مثلا في النص فهي لما بتدور حوالين نفسها لما بتدور حوالين الشمس تعال بقى نشوف ايه ازاي بتدور حوالها محوالها او حوالين نفسها وازاي بتدور حوالين الشمس اول حاجة ان الارض بتدور حوالي نفسها. قالي الارض بتدور حوالي نفسها. الارض بتدور حوالي نفسها. طب لما الارض ده دور حوالي نفسها. ايه لا هي حصل? تعال كده نشوف الكشاف ده اهو ده بيمثل حركة الارض حوالي نفسها. قالي بص الشمس هي الكشاف ده. الشمس هي الكشاف ده. قالي لما الارض بتدور حواليا نفسها يعني هيبقى في جزء منها مش الارض قروية مسطحة اه قال لي هيبقى في جزء نحيها الشمس نحية الكشاف وجزء عمل مش نحية الكشاف جزء الناحية التانية وده اللي هيبقى النهار اما ده اللي هيبقى الليل جزء العمل ان ت sill ott الهيبقى النهار هيبقى منور للشمس ستبقى في الجانب بتاعه اما ده هيبقى بعيد عن الشمس فهيبقى مضل هنيجي ناكس الحكاية الارض هتدور حوالي نفسها يعني ده هيبقى هنا وده هيبقى هنا في الا هيحصل اللي هيبقى هايبقى الجانب ده هو اللي بينور والجانب ده هو الضلمة تاني الجانب اللي بيبقى ناحية الشمس ده اللي بيبقى منور الجانب اللي بيبقى ناحية الشمس بيقى هو ده اللي ايه المنور فهو اللي الجانب ده هو اللي ناحية الشمس فهو اللي هينوى اما الجانب ده هيبقى ضلمة ايه ده ما هينوى يبقى ده بالنهار اما ده بالليل اما ده هيبقى ليل ثم نيجي ناكس الحكاية ده هيجي هنا وده هيجي هنا اللي هيحصار هيبقى هنا بقى نهار وهنا بقى ليل يبقى الجانب اللي بيتيجي ناحية الشمس هو ده اللي بيبقى النهار عشان كده اما الارض بتدور حوالين نفسها او حوالين محورها بتدور كل 24 ساعة بتدور كل 24 ساعة اللي هو كل يوم اللي هو كل يوم وبساعتها بيتعاقب الليل والنهار اللي الجانب اللي ناحية الشمس بيبقى نهار والجانب اللي مش ناحية الشمس بيبقى ليل الجانب اللي ناحية الشمس بيبقى نهار والجانب اللي مش ناحية الشمس بيبقى ايه بيبقى ليل والارض بتروح عليهم الحوارة كل ايه? كل اربعة وعشرين ساعة. اي كل يوم. يعني كل يوم. قال لي عدد احنا قلنا بالدول مفروض بقى ان ساعات الليل تبقى يقدي ساعات النهار. قال لي لا. عدد الساعات بيبقى غير مدساوي. ايه? قال لي عشان الارض مش مش قروية. الارض مسطحة. الارض مالها مسطحة. وعندها ميل? فالميل ده بيخلي عدد الساعات ما تبقاش متساوي. طب يبقى لي عدد ساعات الليل والنهار مش غير متساوية? بسبب ميل محور الارض. بسبب ميل محور الارض. عشان الارض عندها ميل. عشان هي مسطحة. مش قروية. الارض مش قروية. الارض مالها مسطحة. يبقى تاني. الارض بتدور حوالي نفسها كلها دي. كل اربعة وعشرين ساعة. وساعتها بيتعاقب الليل والنهار. طب هل عدد الساعات الليل زي عدد الساعات النهار? لا. غير متساوي. طب غير متساوي ليه? بسبب ميل محور الارض. بسبب ميل محور الايه? الارض. ده كده دوران الارض حول محور. طب ايه هو بقى محور الارض اللي انا عمال باتكلم عليه. محور الارض. قال لي هو خط مستقيم. شايفين الخط ده اهو. اللي انا باشي عليه ده. ده خط مستقيم. بس هل هو موجود في الحالة ده وهمي. يعني جاي من خيالي. بس لازم يمروا بمين? بمركز الارض. بيمر بمركز الارض. يبقى خط مستقيم وهمي يمر بمركز الارض. ده مين محور الارض? والطرف بتاعه ببقى فيه الطرف بتاع القدب الشمالي. والطرف التاني بتاعه القدب مين? القدب الجنومي. والطرف بتاعه القدب الشمالي والقرب الجنومي. يبقى ايه هو محور الارض? هو خط مستقيم وهمي يمر بمركز الايه? الارض. قال للارض بتدور بقى حوالين الشمس. الارض بتدور حوالين الشمس. قال لي اهوت. الارض انا ما بتدور حوالين الشمس بتدور مرة كل تلتمية خمسة وستين يوم اللي هو السنة. بتدور مرة كل سنة. بتدور مرة كل سنة. الارض لما بتدور حوالين الشمس. بتدور مرة كل ايه? كل سنة. السنة فيها كم يوم? تلتمية خمسة وستين يوم وربع يوم. وساعتها بينطق الفصول الاربعة. مين هما الفصول الاربعة? اللي هو الشتاة والخريف والرابية والصيف. الشتاة والخريف والرابية والصيف. والارض لما بدور حوالين الشمس بيجي السنة بتاعت الايه كل تلتمية خمسة وستين يوم ورابعة. وبيتعاقب الاربع فصول اللي هما الشتاة والخريف والرابية والايه والصيف. الشتاة والرابية والخريف والايه والصيف. قال لي لما بيكون القدب الشمالي مائل نحو الشمس. بيبقى هناك نهار دائم لموتة ستة شهور. في نفس الوقت بيكون في القدب الجنوبي ليل دائم. يبقى القدب الشمالي بيقى نهار القدب الجنوبي ليل دائم. طبعا انت بسبب بعده عن الشمس. وبعد ستة شهور بينعكس الوضع. بعد ستة شهور بيبقى النهار ليل والليل ايه نهار. ده كده في القدب الشمالي القدم الجنوبي. ماشي كده يا شباب? كده يبقى خلصنا المنهج كله مع بعض. ان شاء الله المنهج جاية نراجع مع بعض. اللي اول مرة يتفرج علينا. احنا كده شرحنا المنهج كله. ممكن نتابع معنا الحلقات من اولها. وهتلاقي ان شاء الله شرح المنهج كله بتاع ربعة. ان شاء الله برضو نشرح برضو في الترمي التاني مع بعض. المنهج دايما شرحناه في الترمي ده. وبرضو احنا بنشرح خمسة ابتدائي في العلوم. وطبعا برضو موجود فيه الدراسات. وطبعا بنشرح الادادي والسنوي الانجليزي والكيميا والفيزياء والعلوم. فلو حد عنده يعني حد تقريبه ممكن يتابع معنا القناة. علشان يستفيد منها بقدر الامكان. واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في المراجع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.